مع انطلاق موسم جاني الملوخية بمعتمدية بلتا بوعوان بولاية جندوبة يرتفع نسق العمل بالمستغلات الفلاحية بالجهة حيث تمتد المساحات خلال الموسم الحالي إلى حوالي 100 هكتار من هذه النبتة الزهرية التي تشتهر بها المنطقة إلى جانب زراعة النباتات العصرية الأخرى على غرار النعناع والعطرشاء وغيرها هذه منطقة معروفة بالسمران بلتا بوعوان منطقة سقوية منطقة فلاحية بمتياز زادة تنتج في برشا مواد فلاحية كيف كيف أما نقص برشا دعم أهم حاجة الماء كيف كيف نقصين مثلا جو باش نشوفوا مونيتر ديابي عاد الورتاني هو واحد من الفلاحين الشبان الذين اهتموا بهذا المنتوج وسعوا إلى توسيع المساحات المخصصة له رغم غياب الدعم والنقص الحاد في مياه الرأي باعتباره مورد رزق حقيقي لعديد العائلات مادة الملوخية هذه مش معناها من القديم الزمان يزعوا فيها بلتا بوعوان والسنية عمناه والتي عمناه والتي كثرت والفلاحة تشجعت والتي تحب تزرع منها لأن المنطقة شهرت بها الحقيقة ولكن الاشكاليات اللي قاعدين نعانوا فيها والأسف هي نقص الماء وهذا معناها ما فهمتش ضعف فادح من وزارة الفلاحة ولا من المسؤولين على الذخة المياه غلاء مستلزمة الانتاج وفقدان اليد العاملة التي تقتصر على النساء الفلاحات اللواتي كابدن العناء منذ ساعات الصباح الأولى لجني ونشر وتنقية المنتوج من الشوائب قبل تحويله إلى المتحنة لرحيه ثم بيعه في الأسواق حيث يزداد الطلب خلال فصل الصيف خصوصاً دعم صغار الفلاحين وتوفير مياه الريف الأوقات المناسبة لنمو النباتات إلى جانب تسهيل عملية الترويج هي من بين المطالب الملحة المنتجين الملوخية وغيرها من المنتجات الأخرى من أجل المحافظة على هذا القطاع وتطويره